بين ضفتي هذا الملف يحضر اليمن تاريخا وحضارة وشعبا وكأي مهتم ومحتف بالذاكرة الوطنية سخر المواطن الأربعيني هذا جزءا من عمره في أرشفة جزءا من تاريخ اليمن ومعالمه الأثرية فهد الظرافي أحد ساكني مدينة تعز اختار جمع الصور النادرة للمدين اليمنية ومعالمها التاريخية والأثرية وأرشفتها وسيلة للتعبير عن حبه لبلاده يروي الرجل أنه في العام 2010 حصل على مجموعة نادرة من الصور عن طريق مدير مكتب الأثر بتاعز آنذاك وهي مجموعة من الصور النادرة لمعالم بارزة في المدينة تعود إلى ستينية القرن الماضي تم التقاطها بوسطة القنصل الألماني في اليمن حينها حصول فهد على هذه المجموعة النادرة من الصور جعلته يتخذ من هذه الفكرة هواية له هذا هوية هذه هذا اجتواعات فاضي فاضي أنا ما أشمع عمل يعني وعلى الرغم من عمله الذي يأخذ منه ساعات كثيرة في الصيدلية التي يعمل فيها إلا أنه يستقطع وقتا لممارسة هوايته المفضلة يروي فهد أن أول معرض له شمل صورا من العام 1901 وفيها صورة لجامع الأشرفية التقطها الرحالة الألماني هارتمان بالإضافة إلى صور أخرى التقطت خلال قرن وعقد من الزمن زاد اهتمام فهد بجمع الصور حتى جمع قرابة 12 ألف صورة لمناظر في عموم الجمهورية منها 2500 صورة احتفظ بها في منزله في الجحملية وطلعت والقذايف والاشتباكات على أشدها في منطقة الحوض ووصلنا من طرق ثانية ملتوية للبيت أنا وصاحب المتر هذا وصلنا للبيت وصلت الحمد لله وقدت البومات الحمد لله الحريق التهم سواد البيت كامل نقى جهاز اللابتوب والصور من الحريق وكان هذا أكبر فرحلي كنز والله صورة هذه كنز كنز مش لي كنز لليمن والله الصور تحاكي تاريخ لليمن قصة لليمن لكن الحرب التي أحرقت تعز طالت منزل فهد وبقي إرشفه هذا شاهدا على ذاكرة بلاد ما زالت عصية على الاحتراق دفع فهد من وقته وجهده الكثير لجمع هذه الصور كما دفع مبالغ مالية من نفقته الخاصة للحصول على بعضها كونه يرى أن ذاكرة البلاد وذكرياتها لا تقدر بثمن ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا